موسيقى موسيقى السلام عليكم ورحمة الله. اهلا ومرحبا بكم اصدقائي بكورسنا المتكامل بفيديو وحيد. عن كل شيء نحتاجه مع برنامج الادوبي برمير. وراح استعرضكم للمقدمة بداخل البرنامج. مباشرة راح نبدأ بفتح برنامج الادوبي برمير من استدعاءه بالمكان اللي انت بتوضع الاقتصار فيه. بعد ما نقوم بتشغيل البرنامج راح تظهر لي الشاشة الحوارية عن ايش انا برغب للعمل في ضمن برنامج الادوبي برمير. طبعا هون السؤال هل انت تحتاج احد المشاريع السابقة اه او تفتح مشروع سابق غير موجود ضمن هذه الاستن او ننقر على مفتاح نيو بروجيكت لانشاء مشروع جديد وفارغ. طبعا انا راح اختار انشاء مشروع جديد. وبضع اسم لهذا المشروع وليكن عندي على سبيل المقدمة. تمام? وبنقر على لوضع المشروع بمكان معين. انا راح اختار ضمن قناة حكاية شغف عملها مجلد طبعا. ورح اضيف ضمن الكورس راح اضيف مجلد جديد. ورح نسميه المقدمة. تمام? ونضغط على انتر ومنفوت مرة تانية داخل مجلد. وبنختار سيليكت فولدر. وننقر على مفتاح اوكي. لحتى نبدأ الان بالشروع بالعمل بداخل برنامج الادوبي بريمير. طيب متل ما انا شايفين احنا الان ضمن الواجهة الرئيسية والاساسية لبرنامج الادوبي بريمير. راح اتوجه الى مكان واضع فيه الماتريال. وعندي فيديو المقدمة راح انقر عليه. واسحبه الى النافذة او البنال الخاصة بترتيب العناصر يلي راح نقوم نحن من خلاله بتكوين مقطع فيديو جديد. الان بعد ما قمت بادراج هذا الفيديو اللي هو المقدمة. بنقر عليه. وباسحبه على هذه الاشارة الموجودة بهذا المكان. عشان افتح سيكونز جديد. تمام? ويفتح معي التايم لاين. متل ما انا شايفين بنفس الابعة. تماما. وهذا هو خط التايم لاين. تمام? وعندي هذا هو الفيديو. راح نبدأ تشغيل الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا ومعبكم اصدقائي. معكم احمد صالح من قناة حكاية شغف. والليكم هذا اللقاء التأسيسي والشامل في مهارات العمل على صناعة الفيديو في برنامج ادوبي بريمير. طيب الان احنا بعد ما شغلنا هذا الفيديو. تمام? بهذا الشكل. اه راح نشوف انه في عندي يعني الفيديو نفسه خط خاص بالفيديو. او الصورة. وعندي ايضا خط خاص بالصوت. راح نضيف الان بعض اللمسات البسيطة قبل ما نبدأ بالكورس بشكل كامل ان شاء الله وتعالى. ونضيف بعض الكلمات على هذا الفيديو. بداية انا محتاج يكون عندي المقدمة عندي يعني دخول متضائل. فلزلك لما بحدد لحظه معي. لما بحدد اي عنصر. في عندي قائمة تسمى الافكت كنترول. راح تشتغل معنا بهذه او بهذا الجانب من شاشة الادوبي بريمير. وفي عندي شيء اسمه اللي هي الشفافية. راح فعل هذا المفتاح. طبعا انا وضع المشيرة وين? احنا وضعين المشيرة على التايم لاين بالنقطة صفر تماما. يعني في بداية الفيديو بالضبط. راح نفعل او الكيفريم الموجود بهذا المكان. وبجي باختار القيمة عندي اياها صفر. يعني محتاج يكون عندي اياها شفاف بنسبة مية بالمية. خلنا نكبر شوي اه التايم لاين. تمام? نكبر العرض على التايم لاين. وبتقدم يعني. وليكن عندي على هذا الشكل. يعني مسلا عند هذه النقطة. وبرجع بضغط على المدة الزمنية اللي هون وبختار مية عشان ارجع شافية بنسبة مية بالمية. الان احنا لو رجعنا كل شيء متل ما كان. وراح رجع الى النقطة صفر. وببدأ بالتشغيل في مفتاح الاسميس او المصطرة على لوحة المفاتيح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا ومحبكم اصدقائي. معكم احمد صالح. لحتى شفنا هذا التأثير الجميل بكيفية الدخول. طيب الان انا محتاج ان انا اكطلع اسمي بهذا المكان. ففي عندي اداة التي ضمن اللوحة الخاصة او البنال الخاصة بالادوات. في عندي اداة التي واختصارة من الكيبورد حرف التي ايضا. فلما بضع على حرف التي من الكيبورد. بيتفعل معي اداة التي. بنقل لي مرة واحدة عشان انا ايش? ابدأ بالكتابة. فبكتب كوني حكيت انه معكم احمد صالح. خلني اضيف الاسم احمد صالح. مسلا بهذا الشكل. لحتى نرجع المؤشر الى اداة او اه فينا نقول نحن اه الادات الخاصة او التول الخاصة بالتحريك. بضغط على حرف الفي او بنقر على هذا المفتاح. هي اداة التحديد. فبضغط على حرف الفي من الكيبورد او اني بضغط على هذا المفتاح لحتى انا ابدأ بايش? بتحريك التكست او النص لاي مكان كان. خلنا نوسع شوي مشان نشوف المدة الزمنية لعرض النص وكيف نظهره في المكان اللي احنا محتاجينه. الان فينا ننتقل الى تبويب لجرافيكس عشان نوصل الى المربع الادوات الخاص بعناصر الجرافيك. في عندي شي اسمه هنا ايدت بنقر عليه. بيطلع علي لوحة خيارات كاملة وشاملة لحتى اتحكم بالنص بشكل كامل. وفي عندي اهم شي هو اختيار نوع للخط. خلني اختار نوع للخط. وليكن على سبيل المسال عندي هذا الخط. تمام? وفي عندك الفيل للتعبية فيك تختار لون معين. خلني اختار على سبيل المسال هذا اللون. وبضغط على مفتاح لأوكي. ظهر معي الاسم متل ما انا شايفين بالضب. الان فيني انا ارجع بالمدة الزمنية. احمد صالح من قناة حكاية شغف. تمام بعد ما ضفنا احمد صالح من حكاية شغف فيني انا اقلل المدة الزمنية لعرض هذا ايش? النص. تمام بهذا الشكل. طبعا لما احدد انا النص ايضا تطلع عندي هذه المقابض بامكاني انا اكبر وازغر اي مساحة للتكست انا محتاجة. متل ما شاهدنا بالضبط. بامكاني انا ارجع انقر على هذا المفتاح واختار جلوز بنال لحتى نغلق البنال الخاصة بادوات التكست بالعموم. وارجع الى نافذة الاديتينج او التعديل او التحرير لحتى نرجع مكان ما كنا. فخلنا نشغل الفيديو الان ونسمعه للاخير من بدعتهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا ومرحب بكم اصدقائي. معكم احمد صالح من قناة حكاية شغف. واليكم هذا اللقاء التأسيسي والشامل في مهارات العمل على صناعة الفيديو في برنامج ادوبي بريمير اصدار الالفين واثنين وعشرين. بحيث رح اقدم لكم بهذا الفيديو وان طال. رح نقسمه الى العديد من المحاور وكافة الانتقالات بالمدة الزمنية. رح تكون كلها مضبوطة بدقة وموجودة بوصف هذا الفيديو. بتمكنك للوصول لأي مرحلة من مراحل هذا الكورس المتكامل بفيديو وحيد ومقدم لحضرتك. بداية من المقدمة الشاملة وشرح الكامل عن اساسية التعامل مع واجهة ادوبي بريمير. انتقالا الى كل ما يخص موضوع الايديت او التعديل والتحرير وتراكب الطبقات بالعموم على خط التايم ومن ثم رح نبدأ بمرحلة شاملة بكل ما يخص موضوع الجرافيكس بداخل برنامج الادوبي بريمير. ومن ثم رح ننتقل الى عنوان خاص يسمى الكلر او اللون. وكل ما يخص موضوع معايرة الالوان على الشاشة. واضافة الطوابع منها السينمائية وغيرة وموازنة الالوان لحتى نطلع بمخرجات جميلة ومتناسقة بانتاج فيديوهاتنا ضمن برنامجنا المتميز ادوبي بريمير. ومن ثم رح ننطلق الى كل ما يخص العناصر الصوتية من تأثيرات وصوت وتركيب الفلاتر الصوتية عليها. من حيث التنقية والتضخيم الى كل ما يخص من معالجة العناصر الصوتية في برنامج ادوبي بريمير. ومن ثم عندنا محطة خاصة بكل ما يخص الافكت او التأثيرات ان شاء الله واتعالى رح ناخد العديد من التمارين والتطبيقات العملية بكل عنوان من العنوين الفائتة يلي ذكرت بهذا اللقاء. ومن ثم عندنا محطة وعناصر رئيسية عن كل ما نحتاجه تحت مسمى الانتقالات. سواء كانت للتكست النصوص او للصور او للفيديوهات كل ما يخص موضوع الانتقالات رح يكون ايضا معنا متريال كاملة وشاملة موضوعة بين ايديكم وان شاء الله واتعالى رح نقدم تطبيقات عملية عن كل مثال رح نقدمه ضمن هذا الفيديو التعليمي المتكامل في برنامج ادوبي بريمير ونختم لقاءنا ضمن هذا الكورس ان شاء الله واتعالى بعد كل ما يلزمنا ونحتاجه في موضوع الاكسبورت او تصدير الفيديوهات او الصوريات او حتى الفيديوهات الشفافية اللي بتكون معنا بدون خلفية ورح يكون معنا تطبيقات عملية ايضا متقدمة لعدة نماذج من نماذج الفيديوهات لذلك انا جدا مهتم انكم تتامعوا هذا الكورس التعليمي الى حتى نهايته واقدم لكم كل ما تحتاجه من دعم ضمن هذا اللقاء ان شاء الله وايضا جدا مهتم باني انا ارفع لكم مع كل تطبيق عملي كافة المواد والمتريال المستخدمة وكل الاضافات والادوات ايضا لحتى نرتقي مع بعض بانتاج محتوى مرئي متميز واحترافي وابداعي في برنامج ادوبي بريمير مع احمد صالح وكانطلاقة تعليمية متميزة في قناتنا احكاية شغف الان بعد ما انتهينا من استعراض المقدمة بيبكاري بنفس الفكرة خلني اعمل ميوت للصوت بيبكاري بنفس الفكرة قبل ما ينتهي معاي الفيديو اعمل فيد اوت بمعنى ارجع احدد مرة تانية وبتوجه الى الافكت كنترول والى الابسيتي مرة تانية بضيف كيفريم بهذا المكان بس بنقل لمرة واحدة وبرجع بسحب المؤشر الى النهاية وبرجع بضيف الكيفريم مرة تانية وبضغط على العداد الخاص بنسبة ظهور الابسيتي او شافية وبجعلها صفر وبضغط على مفتاح الانتر لكن فقط انه انا هون بدي اتأكد ان هذه الكيفريم الى اخر الفيديو ففينا نشغل فقط عند المؤخرة يعني عند اخر الفيديو احمد صالح وكانطلاقة تعليمية متميزة في قناتنا احكاية شغف بهذا الشكل احنا اضفنا الفيد ان والفيد اوت وهذا استعراض بسيط لمقدمتنا في برنامج الادوبي برمير واتمنى لحضراتكم المتعة والفائدة الكاملة بهذا الفيديو الشامل والكامل مع برنامج الادوبي برمير لالفين واثنين وعشرين ويلا حتى نبدأ من الصفر تماما اهلا بكم اصدقائي واحبابي مرة تانية خلا نبدأ الان من الصفر تماما ونشرح حتى حتى على مهلنا وبهذه المقدمة هنشرح من البداية من لحظة تشغيل برنامج الادوبي برمير الى كل شيء عن مكونات واجهة البرنامج لذلك راح ارجع انقر مرة تانية على مفتاح التشغيل لاختصار الموضوع على الشريط المهام او الشريط الاختصارات لموضعه انا على سطح المكتب ونستدعي البرنامج من هذا المكان طبعا بعد ما قمنا بتشغيل البرنامج هو راح يسألني انت ايش بتحتاج الان بالضبط هل تحتاج فتح احد المشاريع السابقة اللي كنت تعمل فيها ام عندك يعني مشروع قديم بتحب انه نفتحهم فبتحدد على وبتختار المسار الموجود فيه هذا المشروع وبتحدد المشروع بتقوم بفتحه او راح تختار لانشاء مشروع جديد وهذا راح يكون محطة لقائنا بمقدمة هذا الكورس فرح اختار اي مشروع جديد طبعا هو بيسألك عن يعني عن اسم هذا المشروع تمام وليكن كورس مونتاج فيديو دعاية اه اي شيء حسب تخصك ومجالك انت بتحدد اسم لهذا المشروع فليكن على سبيل المسال خلنا نكتب على سبيل المسال شرح واجهة البرنامج تمام طيب ونفس الشيء بنختار مسار لمكان حفظ ملف المشروع فرح انقر على بروز وخلني احفظه على سبيل المسال بنفس المكان اللي كنت تحفظ فيه المشروع السابق هو في كورس المونتاج الاحترافي في مجلد حكاية شغف وفي مجلد المقدمة نختار سليكت فولدر. الآن ضمن هذه التويبات هي عبارة عن اعدادات جاهزة وكل شيء رح يشتغل بشكل طبيعي معك. مو مطلوب منك بهذه المرحلة انك تغير اي شيء اطلاقا فقط انقر على مفتاح اوكي بعد ما تحدد اسم وتحدد موقع لحفظ ملف المشروع. نضغط على اوكي لحتى ينقلني الى واجهة برنامج الادوبي برميير وراح نتعرف عليها بشكل مفصل ان شاء الله. ربما للوهة الاولى تكون يعني الشاشة ان احنا شايفينها هي شاشة يعني مخيفة نوعا ما. تمام من كتر البنال او توزيعاتها وتقسيماتها وتبويباتها وعناوينها. لكن انا بقول لك برنامج الادوبي برميير من البرامج الممتعة للغاية. والسهلة والبسيطة للغاية. بامكانك انك تتنقل ضمن هذه التبويبات وتستعرض ماذا شاء وانك تعمل تخصيص اساسا متكامل. طبعا بالنافذة او البنال الافتراضي اللي بتكون وجهتنا الرئيسية عليه هي هيدي اللوحة الموجودة بهذا المكان. يلي انا من خلالها بقدر بضيف ملفاتي. يلي راح تكون هي مكونة للمشروع. يلي من خلاله راح اطلع فيديو نهائي. طبعا اه اللي حبيت اني انا اه اقدمه لكم كملاحظة بداية. لو ارجعنا الى قائمة واخترنا او اختصارة زائد زائد ان. يعني انا قمت بانشاء مشروع جديد. وليكن عندي على سبيل المسال شرح الدرس التاني. تمام? وانقرت على مفتاح الاوكي. يعني انت بامكانك انك تشتغل على اكتر المشروع بنفس الوقت. منلاحظ الان بالواجهة او البنال الخاصة بملفات المشاريع. عندي شرح واجهة البرنامج هو المشروع الاول اللي قمنا بفتحه وانشاؤه. وعندي شرح الدرس اتنين. كافة الماتريا والمواد الموجودة بهذا المكان بامكانك انك تنقر وتسحب الى يعني تستخدم على نفس الخط الزمن او الشيط الزمن العناصر الموجودة بالمشروع الاول وتنقلها المشروع التاني وبالعكس وهذا الموضوع جميل للغاية وتحديثات رائعة بتسهل لك التعامل من ضمن او تنقل ملفاتك من ضمن المشاريع الموجودة عندك ياها بالعموم. فانك تاخد ومواد من مشروع الى اخر. طبعا في عندك عنوين كتير موجودة بهذا المكان. من اهم العنوين هي اي التأثيرات. تمام? فالتأثيرات هي الان بختار منها وبنختار منها الخاص بالاوديو والانتقالات الخاصة بالاوديو والافكت الخاصة بالفيديو والانتقالات الخاصة بالفيديو. ويمكن اضافة ايضا العديد من الى هذا المكان. والوصول الى بطريقة جدا جميلة. الان عندي بالبنى العلوية ايضا في عندي عنوين. طبعا العنوان الاول هو بمعنى انا لما اشغل اي فيديو موجود بقائمة الماتريال او المواد او اي صورة يمكن استعراض الفيديو بهذا المكان. يمكن اه تعديل نقطة البداية او نقطة النهاية اه اختار منه الصوت اختار منه الجزء من الفيديو اختار اي شيء او اني اعاين حتى الفيديو اللي انا محتاج اني ادرجه على الفيديو الجديد او اعمل له منتاج او ايدد او تقطيع او ما شبه ذلك اعمل له معينة واحدد نقطة البداية والنهاية ايضا او ازا حبيت اخذ الصوت منه وفينا اتحكم تحكم كامل قبل ما اقوم بادراج اي عنصر الى خط الزمن او الشريط التايم لاين واقوم باضافته الى المونتاج للعنصر النهائي اللي هو الفيديو النهائي طيب وفي عندي كمان قائمة الافكت كونترول وهي من اهم القوائم يلي بتحدد لي التحكم بعناصر اي جزء من اجزاء الماتيريال اللي لم اضيفها على انتاج الفيديو بمعنى ان كل العناصر المكونة للفيديو النهائي سواء كانت من ملفات صوت ملفات فيديو صوريات ونصوص واي شيء يمكن ينضاف معنا على التايم لاين يمكن الوصول الى خصائص اي عنصر بنقرأ عليه لمرة واحدة تتفعل عندي لوحة كاملة بالافكت كونترول فيني اتحكم تحكم كامل بهذه العناصر والخصائص ورح نشوف يعني بالمحطات القادمة ان شاء الله اننا لا نستغني عن نافذة الافكت كونترول طبعا فعلا نوافذ الثانية بتخص الاوديو وغيرها الان احنا بهذه المرحلة ما انا محتاجينها راح نركز فقط على موضوع وعلى موضوع الافكت كونترول النافذة اللي بالاسفل تسمى نافذة والهي بتوضع عليها السيكونز المفتوح للمشارون ورح نعرف السيكونز وابعاد السيكونز هو اللي بيكون حاضن لكل تفاصيل المشارون الانت شغال عليه وكيف ممكن نتعامل معه فكل شيء انا محتاج اني انا ارتبه واستعرضه ويكون مكون المونتاج بشكل كامل لاي فيديو رح يكون لنا تحكم كامل لكل عناصر موجودة بهذه البنل تمام الاستعراض السيكونز ومحتويات السيكونز فكل شيء راح اجري عليه اي تعديل من قص ووضع مسلا بمكان معين اه وضع الصوت ووضع التكس او هو النص ووضع الصورة ووضع الفيديو وكل شيء ممكن انا اشاهده كامونتاج فيديو راح يكون معنا بخط التايم لاين. النافذة الموجودة بهذا المكان هو الاستعراض النتائج النهائية من كل شيء بترتبه ضمن السيكونز على التايم لاين الخاص بالسيكونز المفتوح. فكل شيء انت بتشان بترتبه بتعاينه بالمكان العلوي او بالنفيذة العلوية بهذا المكان. هذا باختصار مكونات للشاشات الرئيسية. طبعا نحن بنشوف بالاعلة انه في عندك شيء تقسيمات اسمبلي على سبيل المسال هو عبارة عن اه فينا نقول عن اعادة تموضع للشاشات مع الشرط الادوات الخاصة بها وفقا الى العنوان. والبرنامج مجهز لالك العديد من هذه القوائم او العديد من ترتيب العناصر عشان يكون في عندك سهولة للوصول لالها. طبعا الاسمبلي هو هون بيعطيك امكانية اكتر للتحكم بالعناصر يلي انت راح تضيفها الى مشروعك بحيس انه انت تستعرض لحدود المائة مشروع. بينما لما نكون نحن في قائمة هو هون بالاسفر راح يستعرض فقط بحدود العشرة عناصر. يعطيني التحكم اكبر للانتقال ضمن العناصر ازا كان في عندك عناصر كتيرة بكونات مشروعك انك تتجول بيناتها بطريقة اجمل. طبعا قائمة هي القائمة الرئيسية او هذه الواجهة هي الواجهة الرئيسية يلي نحن نرتكز عليها باسناء تعديلنا وانتاج اي فيديو راح نقوم عليه ضمن برنامج الادوبي برمير. في عنا قائمة يسمى قائمة الكلر او يعادة تموضع للوحات البنل بالعموم وكل شيء بما يخص الالوان. فبنشوف انه طلع لي بناء الجديدة تخص التحكم بالالوان بالعموم. وهذه ميزة رائعة جدا جدا في كيفية الضبط الالوان او النظام اللوني للعناصر المرئية على الفيديوهات راح تقوم بتلترتيبها على الشريط الزمن واخراجها كفيديو واحد. فلاي عنصر انا منقر عليها على الشريط الزمن راح تتفعل عندك كافة الادوات الخاصة بالتحكم بايش? قلنا بيئة الالوان الانظمة اللونية بيئة العموم. كمان في على المفتاح لحتى ينقلني الى متل ما انا شايفين الى تبيب خاص بالعناصر كل شيء متحرك على الشاشة. يعني مفاتيح اشتراكات شاشات نهاية. لواح فواصل تعريفية. لواح اسمية. كل شيء راح نشتغله الان. يعني كتير من الاستخدامات راح تكون موجودة ضمن هذه النافذة طبعا. في الاسفل في عندك يعني نمازج يعني بتقدم ليها الشركة الادوبي. وهي نمازج مجانية قبل التعديل. لكنها تخدم العناصر باللغة الانجليزية. ما فيها الشيء باللغة العربية. ويمكن اضافة العديد من العناصر بهذا المجال. وبهذا المكان. ورح هيكون في إلنا يعني ابحار شامل في تطبيقات عديدة واحترافية بالايام الجاي ان شاء الله وتعالى. ويمكن العودة الى التوزيع الرئيسي او التخطيط الرئيسي لواجهة البرنامج. بالنقرة على آآ كلمة الان كل عنصر من هدول العناصر لو نقرت عليه مرة واحدة. هو رح يتم يحاطه بهذا اللون الازرق. بمعنى انه هو النشط. ولو ضغط على مفتاح الذال من الكيبورد. لاعطاني تكبير كامل الى هذا العنصر. بحيس ان نتحكم تحكم كامل. لو نقرت على الشيط الزمن ضغط الذال. رح يعطيني فقط هو الان على الشاشة. بضغط ذال مرة تانية. بيرجع كل شيء متل ما كان. بضغط على لوحة او المعينة. حرف الذال. فبيشتغل معاك الفيديوهات. راح تقوم بمعاينته بشكل كامل. وحرف الذال بترجع كل شيء متل ما كان. نفس الشيء بما يخص موضوع العناصر. اه بهذا الشكل. تماما. طبعا انا فقدت معانا هون موضوع الايفكت لو انا نقرت عليها مرة تانية. ممكن هو ياخدني الى تبيب خاص وشيط ادوات خاص بالايفكت. وطبعا عناصر الايفكت اللي اتكلمت علي بداية هي من الاشياء الرئيسية التعامل معها. لكن ما في داعي ظل تتنقل ضمن وتغير من تخطيط الشاشة. لما بدك تتوجه الى البنل الخاصة بالايفكت او التأثيرات. لانها موجودة وين? موجودة بالاسفل. يعني نحن لو رجعنا الى اللي هي التعديل. راح نشوف عندي هون موضوع عدة تبويبات. من هم هذه التبويبات هي 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 نفسها. تمام? فحتى ما تضل لك متلقل ما بين اعادة تخطيط اللوحات او البنل بالعموم على شاشة ادوبي برمير. انك تتوجه الى اه من هذا المكان. وايضا في عندي بنل خاصة بعناصر الاوديو متل ما انا شايفين. فاهم اللوحات اللي انت راح تحتاجهم بهذه المرحلة او بشكل دائم ان شاء الله تعالى بالايام الجاي. هي وعندك 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 فقط لا غير. اما الافكت راح تكون موجودة معاك بهذا المكان. اما هو قلة ما الان نستخدمها. طبعا الان كل علامة التبويب لما انقل عليها يعني بتتلور معي بحواف باللون الازرق متل ما انا شايفين. وهذه الحواف يمكن الوقوف عليها بالماوس والنقل وسحب لتوسيع اي بنل انت بترغب لها. يعني بمكانك تعمل توسيع لاي بنل باي مكان كان وباي وقت كان تعمل هذا التخصيص. كمان بالمقابل هذه التبويبات او الاعلامات او العنوين بامكانك تنقر على عنوان وتنقر مع السحب لحتى اتغير مكان يعني وجوده. اي عنوان بامكانك تغير تمام مكان الوجود باي طريقة بتناسبعك. يعني فيك تنقر وتسحب لحتى تعمل تخصيص لهذه اللوحات او هذه البنل بالمكان يلي بيعجبك. فالان كتير من الاوقات ربما تتخربط معاك الواجهة وترغب باعادته متل ما كانت وهذا عنصر رئيسي ومعلومة رئيسية يجب معرفته عندما اه متل ما تكلمت بصير معاك اخطاء بترتيب البنل على الشاشة. فمنتوجه الى قائمة ويندوم والى الورك سبيس. ومنختار ريزيت توسيف لياوت. فلما بنقل لمرة واحدة تتم اعادة الضبط كامل الى الوضع الافتراضي اللي تم تخصيص شركة ادوبي الى واجهة مرنامج ادوبي برمير بشكل الاعطيادي بحال يعني تم يعني سواء كان بالخطأ او ان ك حبيت تجرب واخطاءت وما بقى تعرف كيف ترجع بامكانك ترجع بنفس الطريقة. الان احنا بعد ما شرحنا يعني بشكل كامل وشكل مفصل عن اللوحة بقي عندي موضوع الشرط القوائمية الفايل والكليب والسيكوانز والماركس والجرافيكس والويندو والهيلب. هذه العنوين ايضا قلب ما نستخدمها. رح نشوف الاستخدامات كتيرة ربما يكون بالاختصارات يلي رح نتعلم ان شاء الله و تعالى بالايام الجاي. حسب يعني كل احتياج بوقته رح ناخد الاختصار. واثناء تنقلنا ضمن هذه مساحات العمل رح يكون في كل شيء نحن محتاجينه. اكتر شيء ممكن نحتاجه من قائمة على سبيل المسال هو انشاء مشروع جديد او فتح مشروع مسبق. او تعمل عملية الحفظ او نعمل عملية هي التصدير او هي الاستيراد اضافة العناصر. وكلهم لهم اختصارات متل ما انا شايفين. وعندي ايضا من قائمة ربما نمر عليها بشكل يعني دائم ان شاء الله و تعالى. اه وعندي موضوع ممكن عندك الشط القوائم الموجودة او اللوحات البناء العفوان هي الموجودة بهذا المكان. ممكن تفعل باي وقت اي شريط. لو انت محتاج على سبيل المسال تنقل لمرة واحدة فيتم استدعاءه الى نافسته. وانت موجود في قائمة. وبس اللي انتهيت تقوم باغلاق اللوحة بناء من هذا المكان. وتبقى موجود في قائمة. هذا كان يعني شرح تفصيلي عن مكونات البرنامج. واتمنى انه ما يكون في عنا شيء صعب. وانا ببشرك بالايام الجاي. مهما تكون مقدراتك. لا تخاف من البرنامج. ان شاء الله واتعلم احمد صالح. وبحكاية شغف. راح نعيش كورس تعليمي متكامل. وبكامل شغفنا. ان شاء الله واتعال حتنحقق افضل انتاج لفيديوهاتك. بلاي تخصص انت بتحمله. سواء كان على الصعيد الشخصي. سواء كان اعلامي او وسائقي. اي شيء. وانا بقول لك مرة تانية. العصر الان هو عصر المحتوى. عصر المحتوى. فانا بتمنى من حضرتك انك من الان تضع خطة وهدف للك ان تكون من منشئي المحتوى. فهذا تخصص عالي بصراحة. لحتى تخلق بزنيس كامل لك. فمنتاج الفيديو اه الجيد او الاحترافي او الممتاز او حتى المتوسط. فتمنه ليس بالشيء القليل. وبهذا الشكل بيكون احنا اتمينا شرح كامل عن واجهة برنامج ادبي برميير. ورح ننتقل الى الدرس التالي مباشرة. وصلنا الان الى مرحلة اه استيراد العناصر او الوسائط بالعموم سواء كانت الصوت او كان صورة او كان فيديو. اي ماتريال رح يتم استخدامه في صناعة البروجيكت او المشروع بالعموم. فكيف ممكن نحن نضيف اه هذه الماتريال او الوسائط بالعموم الى البنال الخاصة فيها. طبعا في عنا اكثر من طريقة لاضافة هذه الوسائط. اما منتوجه الى قائمة ومنختار او اختصارها من لوحة مفاتيح كنترول زائد اي. او النقر المزدوج على هذا المكان هو يعطيني نافذة الامبورت مباشرة. والطريقة الاسرع هي او السحب والاسقاط. طبعا قبل ما نبدأ باستيراد العناصر في عندي شيء اثناء يعني عملنا على برنامج لادوبي برميير في شيء اسمه او الحفظ التلقائي او التوماتيكي بيكون كل عشرة او على ما اعتقد كل عشرين دقيقة البرنامج يقوم بالحفظ التلقائي لمشروعك. اذا انت نسيت كل شوي تضغط على مفتاحي كنترول زائد ايس. لذلك انا بنصحك اه ازا كان ما انتبهت على شاحن اللابتوب. او ممكن تشتغل على كهربا. ومن المتوقع انه يعني تفصل معك الكهربا. فضلك كل شوي تذكر تضغط على مفتاحي كنترول زائد ايس. وراح نشوف كتير انت لما تعمل على برنامج الادوبي برميير انك اه حصلت على مجلد اسمه ادوبي برميير برو اوتو سيف. يعني الحفظ التلقائي لاي مشروع انت شغال عليه. فراح تشوف كتير من هذه المجلدات بمسمى الاوتو سيف. الان راح اتوجه الى مجلد الخاص بالماتريال او المواد. يلي نحن مجهزينهم. وبتلاحظون في عنا طريقة سريعة اه لكيفية اضافة العناصر. ومن خلال التحديد للعناصر المراد اضافته الى البرنامج والنقر والسحب الى البنل الخاصة والمكان الخاص لاضافة العناصر او الماتريال اللي حقوم نحن بالعمل عليها. وفلت الماوس او افلات الماوس بهذه المنطقة. وبعض الوقت حسب عدد العناصر وحجمة اللي انت حددتها. راح ياخد البرنامج هذا الوقت. وبعدها راح تشوف ان العناصر تم ترتيبة بهذا الشكل تماما. يمكن يعني اه تغيير طريقة عرض العناصر او الوسائط بالعموم من هذا المكان. بيمكن تكون عندي اياه بهذا الشكل. مقسم بهذا الشكل. او تكون عبارة عن مصغرات. ويمكن تكبير وتصغير المصغرات بقدر ما تشاء. طبعا هذا الموضوع عائد لك بكيفية ترتيب العناصر. طبعا بعد اضافت العناصر حنشوف عندي مسمياتي وعندي 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 يعني هذه عبارة عن معلومات تفصيلية عن العناصر الموجودة. اول شيء هذا السهم الموجود لترتيب العناصر حسب الاسم. وعندك اه معدل الموجود لكل فيديو هو الخمسة عشرين. معدل خمسة عشرين اطار بيئة ثانية. ويبدأ المدة الزمنية من الصفر وتنتهي عند الكزا. تمام? كما نشايفين كل مدة زمنية لكل فيديو تختلف عن الفيديو الاخر. هذا باختصار كيفية اضافة العناصر يعني الى المكان الخاص فيها. لكن نحن بالعموم اه بكثافة العناصر اللي تستخدم بها المشاريع. منقوم بعملية تسمى عملية تنظيم للماتريال والمواد المستخدمة بالعموم. بحيس ان نحن نضيف مجلدات بهدي البنل او بهذا المكان. لحتى تسهي معي بفرز العناصر وتصنيفها. ولسهولة الوصول لا لا. فممكن اني اضغط على هذا المفتاح نيوب لادراج مجلد جديد. ومنقوم بتسميته وليكن على سبيل الميسال راح نسميه فيديوم. اضغط على المفتاح لدخال انتر. ويمكن اه تحديد هذه العناصر بمفتاح الشفت. طبعا نحدد الاول ومفتاح الشفت وثم الاخير. او تضغط على المفتاح الكنترول وتحدد يعني عنصر عنصر. ومنقوم بسحب الى داخل المجلد. وهذا نوع من انواع التنظيم. متل ما انا شايفين بالضبط. الان لكيفية اضافة احد هذه العناصر وانشاء السيكونز جديد. طبعا متل ما انا شايفين على التايم لاين كاتب لي لا يمكن ادراج اي عناصر موجود. وكاتب لي هون يعني عنا طريقة سريعة لكيفية انشاء السيكونز بابعاد جديدة. طبعا نحن لو توجهنا الى قائمة ومن ثم في عندي شيء اسمه سيكونز. متل ما انا شايفين اختصاره زائد ان. تمام? هون بيعطيني نافذة حتى نختار ابعاد جاهزة او فيك تقول مقاسات جاهزة. عن ايش انت حابب تشتغل? ممكن تشتغل. لكن هذا الموضوع ربما يسبب لك بعض الاشكاليات. حسب ابعاد الفيديو اللي انت مصور عليه بالدقة اللي انت شغال عليها. وفي عندنا شيء اسمه في اهي الابعاد كمان موجودة. مشان تختار يعني الدقة اللي انت محتاجة لطول وعرض. حسب ممكن انك تصمم فيديو للانستجرام. او تصمم فيديو طولي للفيسبوك. او فيديو عرضي لليوتيوب. حسب اللي انت حابب انك تشتغل عليه. ممكن تعمل تخصيص لهذه المقاسات. وايضا ممكن نعمل تخصيص من داخل السيكونز بحد ذاته. لكن الطريقة الاسرع لانشاء السيكونز بنفس ابعاد الفيديو اللي انا مصور اه فيه او مستورده باحد الاماكن بدقة على سبيل المسال. فقط يعني انت اضغط على الفيديو. اي فيديو محتاج انك تضيفه بداية. تنكر وبتسحب الى منطقة شريط الزمن او التايم لاين. وبنترك الموس بهذا المكان فيتم انشاء السيكونز متل ما انا شايفين بالضبط. فلو توجهنا الى قائمة السيكونز ومن ثم سيكونز سيتينجز لحتى نشوف الاعدادات. فرح نشوف ان هذا السيكونز او هذا الفيديو كان معي بدقة الف وتسانية وعشرين بالف وتمانين. ومعدل اطارات هو خمسة عشرين فريم بالثانية. طيب هذه الابعاد ان احنا شايفينها ابتداء. انه يمكن تعديل هذه الابعاد. ازا حبيت انك تغير بدقة الفيديو. افترض ان رح اشتغل على دقة فيديو اخر. هو الف وميتين واتمانين. وانضيفها مسلا بالسبعمية وعشرين. وضغط على مفتاح الاوكي. رح يعطيني رسالة بانه رح يتم تغيير النطاق العمل او البروفيو كامل الى المقاس الجديد. رح نقول له اوكي. طبعا الابعاد تغيرت معنا وتم اختصاص اجزاء من الفيديو المدرج. فلو نقرت على الفيديو مرة تاني وتوجهت الى قائمة الافكت كنترول. وعندي من هي الابعاد. يعني هي فينا نقول نسبة الطول مع العرض تكبير وتصغير. بنسبة المية بالمية كانت معروضة. لاحظ الان. فلو احنا رجعناها شوي. تمام. لحتى وضحت معي الان كمساحة فيديو وين موجود. فراح نكبرهم. حتى يتوافق معي. بالضبط. تمام? بهذا الشكل. فما نلاحظ انه الابعاد غيرت معي الفيديو. طبعا للمساحة الفيديو نفسه. الى السبعة وستين. لما نحن غيرنا دقة الفيديو او ابعاد الفيديو الى الف ومئتين وتمانين 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 وعشرين. تمام. فلزلك اه الفيديو اللي احنا ادرجناه بنفس الدقة المأخوذة للفيديو كابعاد. ترك عليه مثل ما هي تماما. بمعنى الفيديوهات يلي انت مستوردة حشتغل عليها. او مصورة بكاميرا بابعاد ودقة معينة. افتح للسيكونز والمشروع واشتغل على نفس المقاس. خدنا نعمل كونترول زائد زد ونرجع متل ما كنا. او من خلال قائمة السيكونز سيكونس سيتنج. مرجع الابعاد الاساسية اللي هي كانت الف وتسعمائة وعشرين بالف وتمانين. وهي دقة ونعطي اوكي ومن ثم اوكي. منلاحز الفرق الان بين التكبير لحجم الفيديو. فهذا الان لو رجعناه الى نسبة المية. واضغطنا على انتر حتى اعطاني المساحة كاملة. بمعنى الفيديو هو بدقة طبعا السيكونز المفتوح له عنوان متلنا شايفين بالاعلى. يمكن تغيير هذا العنوان من هذا المكان. طبعا السيكونز يعتبر كائن يمكن ادراجه الان احد كائنات المشروع بنفس البنل تماما. يمكن النقر بشكل مزدوج على هذا المكان. وتغيير مسمى المشروع. وخلنا نسميه على سبيل المسال فيديو اساسي او التعامل مع يعني الشروحات الرئيسية نسميه اي اسم كان فملاحظت لما تغيير اسم حتى بهذا المكان. طبعا هذا الشريط التمرير شايفينه بهذا الشكل مشان نحن نعمل تكبير وتصغير او الشريط الزمن ورتب عليه الكائنات بالطريقة يلي بتناسبنا. تمام وفي عندي كمان هذا المؤشر لما انقر واسحب عليه. نفس المبدأ اي شو بيعطيني? يعطيني التمرير. اني انا قدم يعني نقطة الزمنية اللي محتاج انا اعرضها باي مدة زمانية كانت. بنفس المبدأ اه العنصر او العناصر الموجودة بهذا المكان بيمكنك تعمل على العنصر نقر مزدواج لحتى يشتغل معانا بنافسة اللي اتكلمنا عليها بمقدمة هذا اللقاء. طبعا بيمكنك انك انت كمان تقدم المدة الزمنية بهذا المكان. نشتغل على اي مكان. طبعا هذا الفيديو موجود عندي اياه بدون صوت. تمام? متل ما انا شايفين المؤشر. هذا موجود عندي اياه من الرمز معرف صوت مع فيديوه. هذا فيديو الحال هذا صوت مع فيديو. وربما نضيف جديد او نضيف عفوا الملف جديد. محمول عليه هذه الصيغة الصغيرة فقط المعبرة عن الاوديو. تمام. فالآن لو نقرنا على الملف الاخير. تمام? نقر مزدواج لحتى يشتغل معانا. وهذا بيكون ما وجود معاي صوت مع الفيديو. تمام? صوت مع الصورة. الآن الفكرة بالموضوع بهذا هذه النافيزة الخاصة بالسورس. اذا حبيت اني انا ابدأ من منطقة معينة منطقة معينة. بضغط على سبيل المسال بهذا المكان. انا محتاج الفيديو يبدأ هذا المكان. وما انا محتاج جزء يلي قبله. تمام? فبضغط على هذا القوس اللي هو مارك او بضغط اختصار مفتاح الاي من الكيبورد. تمام? ولو قدمت مسلا على هذا المكان ومحتاج فقط المدة الزمانية تكون عنديها لهذا المكان. بضغط على هذا آآ المفتاح. او هذه العلامة الموجودة بهذا المكان هي المارك اوت او اختصارها من الكيبورد حرف الاو. تمام? فالان هذا الجزء فقط يلي راح يتم التعامل معه من ضمن هذا الفيديو. فانا اما بسحبه كاملا من هذا المكان. فالان انا اما اسحب الفيديو كامل طبعا لهذا المقطع متل ما هو كاملا صوت مع صورة من من المكان الموجود الى التايم لاين. او فيني اختار الفيديو اولي. او اسحب الفيديو فقط. او اسحب الصوت فقط ادراك اوديو اولي. الان نفس المبدأ راح نشوف عندي بعلامة التبويب الفيديو الاساسي. بامكانك تعمل الجلوز بنال وتسكر السيكونز المفتوح بشكل كامل. الان باختصار راح نقوم بتحديد كل المواد الموجودة او الفيديوهات الموجودة ونقوم باسقاطة على التايم لاين حتى نقوم نحن بانشاء سيكونز جديد متل ما انا شايفين بالضبط. خلونا الان نتعرف على الادوات الممكن استخداما كشريط ادوات. تمام اللي ممكن استخدامها ضمن هذا البرنامج. طبعا شيط الادوات الموجود بهذا المكان متل ما انا شايفين هو اللي يعطيني ادوات التحكم بالفيديوهات. طبعا متل ما حكيت عن الشريط التمرير موجود بهذا المكان. هو لتوسيع وتقليل الموضوع استعراض للمدة زمنية او الفريمات. فينا نقول نحن نوسعهم على بعضهم كتير. متل ما انا شايفين. موضوع بين كل فريم واخر. وبين انا اشوف التايم لاين بهذا الشكل. تمام بامكانك انك توسع المدة الزمنية لكل فيديو. وانك ضيقة حسب رغبتك وحسب احتياجك. طبعا ليست الموضوع مقروم بالرغبة فقط. انما حسب الاحتياج. طيب الاختصارات لهذا الموضوع هي حرف او عفا هو محرف الزائد من الكيبورد والناقص. لما يضغط على حرف الزائد يعطيني تكبير. والناقص ايش? يعطيني تصغير. اذا من الكيبورد بضغط على الزائد وبضغط على الناقص. لحتى يعطيني هذا التكبير للتايم لاين والتصغير. الان العناصر الرئيسية الممكن اتحكم فيها كادوات. نشرح الاشياء الرئيسية اللي احنا محتاجينها بهذا العمل ان شاء الله تعالى وضمن هذا الكورس التأسيسي في ادوبي برمير. طبعا متل ما انا شايفين هي 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 اهم اداة ممكن احنا نحتاجها تمام هي اهم اداة ممكن نحتاجها. اداة التحديد. اختصارها من الكيبورد حرف في. حرف ايش? حرف الفي. اختصارها من الكيبورد حرف الفي. يعني انا لو كنت اخذ اداة تانية. واضغطني الكيبورد على حرف الفي. لهو يرجعني متل ما انا شايفين الى اداة السليكشن تول. اداة التحديد من اسفة معلوم انه انا بحدد على عنصر معين وبقوم بتحريكه. تمام? بقوم ايش بالنقر والسحب بتحريك هذا العنصر. الادات التانية الموجودة هي اداة سحب التركات او فينا نقول او سحب العناصر على التركات من اللحظة اللي بنقر عليها هو ما بعد. تمام? او ما قبل. فخلني اختار على سبيل المسال هذا الشكل. الان لاحظ الان بنقر وبحرك. فتحرك معي كافة العناصر من المكان اللي نقرت عليه وما بعد. طيب ولو اخدنا المؤشر التاني. المؤشر التاني. فبينقر مع التحريك. تمام? فمننقر ومنسحب منها وقبل. بهذا الشكل ممكن هذه الادوات تساعدني بشكل جميل بكيفية اه تحريك مجموعة عناصر. واعمل توسعة ما بين اه مجموعة عناصر تاني اني ادخل عنصر اخر بهذا المكان. فلحتى يعني ما اه احدد مجموعة عناصر على التايم لاين يكون مجموعة كتير. واقوم بتحريكة واكبر وزغر مساحة او عرض تايم لاين. انا بختار هذه الادوات او هذه المؤشرات يلي بتساعدني بهذا الخصوص. فبنقر مع السحب. مت ما شفنا منها وقبل او ربما يكون من هذا المؤشر وبعد. بنقر مع التحريك. يعني كل شيء من هذا الموضع ان نقرت عليه. وببعض من كائنات راح يتم تحريكها مباشرة. تمام. طيب الان لو ضغطت مرة واحدة على مكان الفارغ لتم تحديده. ولو ضغطت على مفتاح من الكيبورد لتم حزف هذا الفراغ وتقريب وتلاسق العناصر ما بين بعض البعض. الان في عندي هذا المؤشر هو الخاص بالسناب. هذا الموضوع كتير بيساعدني في تموضع العناصر بجانب بعض البعض. بالاخص لما يكون في عندك عناصر كتيرة. والحيز بيكون عندك يا ضيق. الحيز صغير. تمام? ومرتب عناصر كتيرة. فكيف ممكن انا اعرف انا وصلت لعند البداية او عند النهاية. واعمل التلاسق لهذه العناصر. موضوع جدا بيساعدني. لاحز الان لو نقرت وسحبت. وممكن يعني انت ملاحز معي الاسناب اول هذا الخط الاسود اللي عبي ظهر بهذا المكان. تمام? متل ما انا شايفين. وخلنا نكبر وربما نشوفه بطريقة اه اكبر او ادق. تمام? متل ما انا شايفين. ولو انت عتشتغل بيدك بالماوس لشعرت بالاسناب اللي وجد هون. السناب عبارة متل مغناطيس يعني. هو نفس الايقونة المرسومة بالضبط عبارة عن ايش? عن مغناطيس. لو كان غير مفعل ونقرت مع السحب ملاحز يعني بيشتغل معك بكل ارياحية. ممكن انك تركب جزء فوق جزء ويتم قص هذا الجزء. نعمل ويمكن انك تقص هذا الجزء من غير ما تنتبه على حالك. فلزلك دائما احنا منفعل آآ مفتاح السناب عشان يساعدنا في تموضع ايش? الاماكن للكائنات تمام? او الوسائط بالعموم على خطة بجنب بعض. ايضا نعمل من الادوات الهمة اللي نحن نحتاجها بشكل دائم هي اداة قطع الفيديو. اداة القطع هذه الشفرة الموجودة اختصارا. طبعا حرف السي من الكيبورد. اضغط على سي فيتم تفعيلها مباشرة. طبعا انا بنقر بمكان معين لحتى اعمل هذا القطع للفيديوهات. متل ما انا شايفين بالضبط. وبضغط على مفتاح الفي. لحتى يرجعني الى دات السليكشن او التحديد. بحدي الجزء المراد حزفه بعمله وبحزف المسافة مرة تانية الموجودة بهذا المكان. هذا التعبير عن قطع الفيديوهات. طبعا في عندي اختصارات لقطع الفيديوهات او تقطيع الصوريات اي كائن بالمكان معين تضع المشير عليه. ونضغط على زائد كي من الكيبورد. حتى يعطيني قص مباشرة. فالجميل بالموضوع انه في عنا اختصارات رائعة. بالاخص في انجازك للاعمال الفيديوهات الضخمة. بتساعدك بانجاز الاعمال. بدون ما تلجأ الى سحبة الماوس وضيع الوقت بالزهاب والاياب واختيار المفاتيح او الادوات اللازمة. اضغط على اختصارات فيتم استعمالها بشكل مباشر. ايضا في عنا من الادوات الهمة هي اداة البن. البن متل ما نشايفين البنتول. ولو نقرد طويل عليها لحتى يعطاني رسم او رسم طبعا رسم المستطيل او رسم الدائرة. او انك ترسم رسم حور باستخدام البنتول. تمام? بيمكنك ترسم اي اي شكل. تمام? وتنكر مع السحب تعطي الى الحناءات. وراح يكون في معنا محطات كتيرة بهذا الموضوع او بهذا الخصوص. بخصوص الرسم. ونستخدم طبعا اداة البنتول. باضافة المسك تمام? اضافة المسك لنحزفهم. هذا الكائن. نقوم بازالتهم. تمام? لما برجع الى في عندي بالاوبسيتي هذا القلم الموجود. بنكر على اشارة القلم. وببدأ بيرسم يعني بعض العناصر. انكر مع السحب. عمو الانحناء. خلنا نشوف كيف ممكن نحن ننزل اجزاء من فيديو. ونخفي اجزاء باستخدام ايش? باستخدام المسك. هذا يسمى المسك. عندي الهند الموجودة اختصارها هي حرف الاتش من الكيبورد. افترض انه مفراغ العمل انت عمله توسيعة الى مقدار مسلا مية وخمسين بالمية. فكيف ممكن نحن نطلع وننزل على مساحة هذا الفيديو تمام? بدون ما اتعذب. طبعا نحن عنا الشيط التمرير موجودة بهذا المكان. الشيط التمرير شايفينه? اه بهذا المكان. لكن ازا حبيت ان اتحرك في مساحة الفيديو الامر رح يكون صعب عليه شوي. ففيني انا افعل هذه الادات. تمام? فيعطيني مرونة رائعة جدا بالتنقل ضمن اجزاء الفيديو والتعامل معها بشكل افضل. طيب ازا كنت انا بدي انتقل الى موضوع الهند. بالاختصار اضغط مفتاح من الكيبورد. يتم اخذك مباشرة او تفعيل اداة ايش اداة الهند. ولو رجعنا الى له اعطاني اداة التحريك او السليكشن او التحديد مباشرة. ومن هون برجع الى فت حتى اطلع الفيديو على قدر فراغ او المعاينة. تمام ملء الشاشة بالضبط. وعندي اخيرا مفتاح تي لادات الكتابة. تمام? لما اضغط على حرف من الكيبورد بتفعل معي مباشرة بنقر باي مكان. وابدأ بكتابة عنوان معين. تمام? متل ما انا شايفين برجع الى اداة التحريك. وبتعامل مع النص بشكل جميل وبسيط وحيكفي عنا محطات جدا كتير لهذا الموضوع. ولو توجهنا الى قائمة مباشرة ونقلنا على مفتاح لحتى وصلنا الى كافة الادوات يلي بتخص من خلال التعامل مع التكست او مع النصوص. الان على متل ما انا شايفين هو حاط لي عندي هون فيديو واحد فيديو اتنين فيديو تلاتة كهذا الترك الموجود لاضافة فيديوهات او واحد اتنين تلاتة فوق بعض. وعندي ايضا الاوديو وان اوديو واوديو ثري. وممكن تركيب الصوتيات بثلاثة اه تركات باسفل بعض. الان انا ممكن اعمل يعني انا احتاج ان اعمل نسخ ولصق لعناصر معينة. على سبيل المسال او اخذت كنترول زائد سي من الكيبورد. لاحظ الان وقمت بلصق كنترول زائد في لحتى تم لصق هذا العنصر المكون من فيديو واوديو على نفس المسار تماما. طيب ماشي انا محتاج اني اعمل كنترول زي طبعا اول شي. محتاج اني انا الصق او انسخ هذا الفيديو واضعه اعلى هذا الفيديو. فلو اخذت مسلا هون كنترول زائد سي وجيت لهون اخذت كنترول زائد في فاللي شاهدنا انه هو اندمج مكانه وصار في عندي عملية قص وحزف او ازالة لالزام من فيديو سابق. فكيف ممكن انا اشتغل في موضوع اللصق بحيث انه انا اركب فيديوهات او صوريات او تركات معينة فوق بعض البعض. الامر بي كل بساطة بلغي الاشارات الموجودة على الفيديو وان والاوديو وان وبجعل الاشياء الرئيسية وليكن على سبيل المسال فيديو ثري. فانا محتاج لما الصق يلصق على ترك رقم ثلاثة وايضا على الاوديو رقم ثلاثة. فلو اخذت على سبيل المسال بهذا المكان كنترول زائد في لشفنا تم لصق الفيديو وين موجود ان وجدت الان لصق الفيديو على المسار او ترك رقم ثلاثة. والاوديو ايضا على المسار او ترك رقم ثلاثة. طبعا بس يالين انتهينا برجع بفعل الفيديو وان والفيديو تو والاوديو وان والاوديو تو بالطريقة هي اللي بتناسبك ما عندك مشل فيها. للاختصار طبعا لكيفية اه عمل لأي طبقة او لأي اه ملف من ملفات الوسائط الموجودة الصورة او نص يعني او فيديو اي شيء. باختصار اضغط مفتاح الالت من الكيبورد وانقر مع التحريك للاعلى. او وانقر مع التحريك للاسفل. النقر للاعلى يعطيني للفيديو. والنقر للاسفل يعطيني للاوديو. ولو انا ضغطت وحركت لليمين مع مفتاح الالت. حتى اعطاني كامل للاوديو والفيديو على نفس المسار بالضغط. اما الان لكيفية ترتيب العناصر او اني انا ارفع الى مستويات او انزل الى مستويات. اه طبعا كلمة المستوى هو لترك الموجود. انا هذا الفيديو بديه اعلي للاعلى مستوى. تمام? اما بالنقر والسحب. بنرفع ومنزل مستويات. او انك تضغط على المفتاح الالت وتستخدم مفتاح الاسهم. الت للاعلى والت للاسفل. متل ما انا شايفين بالضبط يا اصدقائي. هذا كان كل شيء احنا محتاجينه بهذه المحطة باهم الادوات واهم العناصر. الممكن اتحكم فيها بالعناصر او الفيديوهاتنا الموجودة على شريط الزمن. وراح انتقل مع بعض الان الى الفيديو بالمرتبة التالية. وهو كل شيء خاص او التعديل.